طيب من أنني نروح لليفاندوفسكي طبعا قائد المنتخب البولندي اللي هيغيب عن مباراة بلاده قدام انجلترا يوم الأربع اللي جاي في التصفيات الأوروبية المؤهلة لنهائيات كاس العالم بعد صبته في مباراة أندورا ليفاندوفسكي أحرز الهدفين الأول والثاني في المباراة قبل ما يصاب في الركبة اليمنى وكان وقتها حصل أنه بدلوه في دية 63 من المباراة ومكانش يعني هو المتوقع دلوقتي أنه هو هيغيب يعني عن فترة طويلة جدا بس مش هيتمكن من المشاركة الحقيقة في الفترة اللي جاية مع بارن ميونخ في مباراة ربع نهائي في دوري الأبطال قدام باريس سان جرما انجلترا هي دلوقتي صاحبة العلامة الكاملة بتتصدر حالين المجموعة التسعة برصيد ست نقط بفارق نقطتين عن بولندا صاحبة المركز التاني اعتقد مباراة بارن ميونخ باريس سان جرما دي لو كانت من غير ليفاندوفسكي هتبقى مباراة صعبة جدا على بارن ميونخ تصب في مصطحات بي أجي طبعا طبعا لا هو شيء لنصف الفريق أكيد يعني فريق كبير جدا ومتكامل ولكن هو الهداف يعني هو من صعب كمان أن يكون فيه بديل له على الرغم أنه طبعا عندنا خط هجوم من أقوى خطوط الهجوم على مستوى العالم لكن غياب ليفاندوفسكي هيكون ضربة مؤلمة جدا للباين في مشواره في دوري الأبطال